بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المباوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رجال من القرآن حلقة اليوم إن شاء الله هي تكملة للحلقة الماضية والتي بدأناها بالحديث عن مؤمن آل فرعون وصلنا لأن الآن فرعون اجتمع وكل الأعوان والأدباع والملأ وأراد أن يقتل موسى لكن كان في رجل مؤمن ولكنه يخفي إيمانه عن بقية الناس لا فرعون يعرف ولا أحد من الموجودين يعرف أنه آمن بموسى وأنه من أدباع موسى وأنه آمن بالإله الحق بدأ الرجل يتدخل من أجل أن يعمل محاولة لإبعاد فرعون عن موسى ولعدم حدوث أي إيذاء لموسى لأنه يعلم أنه نبي وأنه على حق فعيز يبعد فرعون هذا الرجل كان يريد مصلحة أهله مصلحة بلده قبل كل شيء ليه لأن من الواضح من خطابه أنه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا خاف من الهلاك اللي ممكن يصبهم بسبب تعمدهم لإيذاء موسى الذي هو رسول والذي هو نبي حق من عند الله خطاب مؤمن آل فرعون كان خطاب عقلاني جدا مهتمد على العقل يقول لهم لو موسى كذاب هو الله يتضرر من كذبه وإن كان صادق فأخاف أن يصيبكم بعض الذي يعيدكم من الوعيد الذي توعد الله به كل من يكذبون أنبياءه ورسله وكل من يعتدون على أنبيائه وعلى رسله فرعون تدخل أراد يعني أنه يضح حد حاجز ما بين تأثير هذا الرجل المؤمن واللي مش ظاهر أنه مؤمن لأن القوم هم مجتمعين كانوا بينظروا لهذا الرجل على إن واحد منهم واحد من أتباع فرعون لأنه رجل مصري قبطي ولأنه ابن عم فرعون فمعروف أنه حينما يتكلم سيتكلم بالكلام اللي في مصلحة فرعون واللي في مصلحة البلد فلذلك كان كلامه مسموع فرعون خاف من تأثير هذا الرجل على القوم الموجودين وهذا يدل أيضا أن فرعون كان يعمل حساب لمن هم موجودين معه وكان يستشيرهم بدليل أنه وجمعهم ويقولون ذروني أقتل موسى ولياده ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون لما رأى أنه في تأثير على هؤلاء القوم بدأ يفكرهم أنسيتم من أنتم أنا ربكم الأعلى أنسيتم أنه لا إله غيري فلذلك قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد لا تنسون الإله والرب لا يمكن أبدا أن يخطئ لا يمكن أبدا أن يكون طريقه طريق غير سليم وغير قويم وغير مستقيم فلا تنسوا هذا فالمصرين القدماء مؤمنين باليوم الآخر ذكاء الرجل المؤمن أنه استغل هذا الإيمان إزاي؟ قال لهم أنتوا خايف أنتوا مش فكرين أن في يوم اسم يوم التناد يعني سينادى عليكم فيه اللي هو يوم القيامة كل واحد سينادى عليه باسمه في هذا اليوم يعني لفتة بسيطة كثير مننا بيعتقد أننا يوم القيامة هننادى بأسماءنا وأسماء أمهتنا يعني يا فلان ابن فلانة كثير من الناس أسمعها من الأمور الثقافية المنتشرة طبعا هذا الكلام غير صحيح بل العكس هو الصحيح اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم يعني اختاروا أسماء طيبة وأسماء جميلة وكان النبي بيحب الأسماء الجميلة ويغير الأسماء اللي فيها شدة واللي فيها عنف علي بن أبي طالب لبا أول ولد له الحسن ابن علي رضي الله عنهما فالنبي ذهب وقال أروني ابني هذا ما سميتمه فقال علي سميته حربا يا رسول الله فقال بل هو حسن إن شاء الله وأيضا حدث في الثاني أروني ابني هذا ما سميتمه قال علي حرب يا رسول الله قال بل هو حسين إن شاء الله فكان النبي يحب الأسماء الجميلة وذات مرة سأل جارية ما اسمك قالت عاصية قال بل أنت جميلة وكان النبي يعني يحب الأسماء الجميلة فيوم القيامة هو يوم التناد اليوم اللي سينادى علينا فيه بأسمائنا وأسماء آبائنا وأنتم يا معشر المصريين القدماء يا معشر الأقوى تؤمنون بهذا اليوم وتؤمنون بإني في يوم آخر وأنكم ستقفون أمام الله وسيسألكم عن أفعالكم وسيحاسبكم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم من الذي سيحجبكم من الذي سيعصمكم من الله سبحانه وتعالى فإياكم أن تغركم قوتكم أن تغركم قوتكم وأن تتجبروا وأن تذهبوا لقتل موسى إياكم إنه رسول من عند الله هذا الإله الذي سيحاسبكم في الآخرة هو الذي أرسل إليكم موسى من أجل أن يذكركم بالآخرة فشوف خطاب عقلاني خطاب في خوف على بلده وعلى وطنه ثم بعد ذلك خطاب عاطفي روحاني لا تنسوا يوم القيامة هتعيشوا كم سنة مهما تعيشوا مش فيهم آخر ودي على فكرة رسالة لنا كلنا رسالة لنا إحنا مهما نعيش هنعيش كم سنة ممكن نعيش خمسين ستين سبعين ثمانين مئة كم سنة ممكن نعيش أقصى يعني أطول واحد شايفينه معمر على ظهر الأرض وبعدين مش في نهاية مش في نقص بعد التمام لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرب طيب العيش إنسانه إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم أول ما تهرف أن الأمور تمت واكتملت أعرف أنها بعد ذلك إلى نقصان وعرف إنها إلى زوال كل من في السماوات ومن في الأرض هالك وزائل لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى فالرجل بيخاطبهم خطاب عاطفي تذكروا هذا اليوم وأنتم مؤمنون بالآخرة ومؤمنون بالبعث بعد الموت كل كلام الرجل المؤمن يدل على إن منهم ولا يدل على أنه من أتبع موسى ولا أنه آمن بموسى أبدا ما فيه إذا خطاب في منتهى الرقة في منتهى العاطفة هل فرعون سيترك هؤلاء يتأثرون بكلام الرجل المؤمن أبدا ده رجل يعني متكبر لأبعد درجة ده لم يكتفي إنه يكون يعني ملك ليس له نظير ولا مثيل لم يكتفي إنه يكون مبعوث من عند الله لا ده بيقول لك أنا الله أنا ربكم ما علمت لكم من إله غيري فلذلك بدأ يذكرهم يا مؤمن الفرعون أنت يا أيها المصري القبطي الذي منه تقول إن في يوم للتناد وفي يوم سنرجع فيه أمام الله فرعون هنا يتدخل مباشرة وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري تنسيت ما في إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين وبدأ الاستكبار من فرعون وجنوده يتبعونه هكذا دون أن يفكروا ودون أن يعقلوا ودون أن يفهموا ودون أن يفكروا في مصلحة بلدهم وفي مصلحة مجتمعهم فرعون أصر إنه يواجي سيدنا موسى فرعون أصر أن يكون خصم لموسى إيه اللي حصل وإيه العاقبة وهل فرعون سيعاقب مباشرة على هذا العمل ولا ستترك أمامه فرصة لعله أن يفكر ولعله أن يرجع دا لها نعرف إن شاء الله بس بعد فاصل قصير أهلا بكم مرة أخرى إذن فرعون بيتدخل في الموقف لأنه خائف إن قومه يتم التأثير عليه يتأثر بكلام الرجل المؤمن الرجل بيذكرهم بمبادئ إيمانية بإيمانهم بالبعث بعد الموت يذكرهم بما حدث للأقوام السابقة هذه المسألة جعلت فرعون يقف مرتبك ماذا أصنع يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل لله فما له من هاد إلا ربنا بيضل ما لش هادي أبدا ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويبدو أن الأقوام السابقة وذكرهم كان معروف وكان مشهور عند هؤلاء المصريين القدماء يا إما كان معروف عندهم من سيدنا يوسف اللي كان رسول أرسل قبل ذلك إليهم أو أنهم عرفوه من بني إسرائيل أو عرفوه من نبي أو رسول أرسله الله قبل ذلك إليهم يعني طبعا سيدنا إدريس معروف أنه كان من أوائل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى وأغلب الرواة وأرجحة تقول أنه كان مرسل إلى أهل مصر فإذن هم عرفين الأقوام السابقة وعرفين ما حل بالأقوام السابقة وهذا بالتأكيد شيء معروف معنى أن يذكر الرجل المؤمن بهؤلاء الأقوام إن هؤلاء الأقوام وعاقبة هؤلاء الأقوام معروفة عندهم فده شيء واضح وباين من سياق الآيات القرآنية فرعون تكبر وتجبر هل الرجل المؤمن وقف مكتوف الأيدي وكتفى بتصيحة وجال والله خلاص أنا عملت اللي علي والأمر انتهى بالنسبالي ولا كان له موقف آخر كان له موقف موقف مهم جدا انتقل من مرحلة السرية إلى مرحلة العلنية على طول ما انتظر ليه؟ لأن الآن احنا صرنا في مرحلة مواجهة كل ما ذكرهم وكل ما حاول أني يعني أؤثر عليهم عن طريق إيمانهم بالبعث أو عن طريق مثلا حبهم لوطنهم ولبلدهم أو عن طريق خطاب العقل كل طريقة وكل حيلة يأتي فرعون ويحاول أن يفسدها لذلك فرعون كان بيدخل دايما في وسط كلام الرجل المؤمن يعني في الأول في بداية كلامه فرعون دخل وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بعدين بعد نصائح أخرى من الرجل المؤمن يتدخل فرعون ويقول ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين فدايما كان بيدخل فالرجل المؤمن وجد أن الأمر هنا يحتاج إلى إظهار فبدأ يظهر ويقول لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا الرجل كان وحيد ما معه أحد لكنه فوض أمره إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى فكانت النتيجة وكانت العاقبة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقاه الله من مكر فرعون سياق الآية يؤكد ويدل على أن الرجل المؤمن لم يتعرض لقتل من فرعون ولم يستطع فرعون أيضا أن يسلط عليه ولا أن يجعله يعني يتحول عن دينه ولا أن يقتله ولا غير ذلك لأن الله يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وكأنهم مكروا بهذا الرجل وفرعون قال أنتهي من موسى الأول وبعد ما أنتهي من موسى أرجع إلى هذا الخائن اللي بيزعم أنه معنا وأنه منا ولكنه من أتباع موسى بعد أن أقضي على موسى أقضي عليه بعد أن أقتل موسى أقتل ذلك الرجل لكن تدبير ومكر الله سبحانه وتعالى فوق كل تدبير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يخرج فرعون وجنوده وجحافله خلف موسى عليه السلام بعد أن أخذ بني إسرائيل ويقول لن يكون أمامهم من طريق البحر أمامهم وسأكون أنا من خلفهم فإما أن ينزلوا في البحر فيغرقوا وإما أن يقفوا فأقتلهم من قصر فرعون تطلع امرأة بسيطة أخرى طيب أسيا سيدة السيدة الأولى في البلد في وقتها طب الناس البسطاء أخبرهم إيه يطلع أيضا منهم امرأة تقف وقفة عظيمة ما شطط بنت فرعون وما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكيف إن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحتها الطيبة في الجنة هي وأولدها طب هذا من النساء النساء لهم دور دايما شقائق الرجال نصف المجتمع ما في حد يقدر ينكر في المقابل يأتي رجل ابن عم فرعون يعني من علية القوم يعني رجل تربى على القصور والحياء اللي فيها بذخ والحياء اللي فيها طرف والحياء اللي فيها نعيم ومع ذلك الغنى والجاه والمال والسلطان لم يغلق عينيه ولم يغلق قلبه بل كان من أدبع موسى وممن آمن بموسى ويأتينا أيضا في المقابل رجل بسيط آخر من مصر من الأقباط وقال رجل أو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين شوف سبحان الله تنوع تنوع في الفئات والطوائف امرأة من علية القوم تكون من أدبع موسى وتؤمن امرأة بسيطة أخرى بتعمل ماشيطة عند بنت فرعون رجل من علية القوم ابن عم فرعون ومستشار له ورجل بسيط آخر من حمة الناس يأتي من أجل أن ينقذ موسى من المؤامرات التي يدبرها الناس له فلا يستطع فرعون أن يفعل شيئا فرعون قتل الماشيطة وعذب امرأته عذابا شديدا لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول عن مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا ليه؟ لأن فرعون لما خرج وكان البحر أمام بني إسرائيل بيقولوا له يا موسى إنا لابد ركون فسيدنا موسى جلهم اهدوا إن معي ربي سيهدين يعني بعد كل اللي شفتوه وكل الآيات والمعجزات ما زلتم خائفين أين الإيمان؟ أين الإيمان بالغيب؟ أين الإيمان بقوة وقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أنتم يا بني إسرائيل؟ ماذا أنتم؟ بعد كل ما رأيتموه من نعم ومن آيات ومن معجزات وما تزالوا خائفين ومع ذلك يحل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فينفلق يكون لهم جسر يمر علي بني إسرائيل ويغرق بعد ذلك فرعون ولا يرجع فرعون ولا يستطيع أن ينتقم من مؤمن آل فرعون القصة بتوضح لنا الدور اللي ممكن أي إنسان يؤديه إذا كان محب فعلاً لبلده إذا كان محب للخير للناس وهو يكتم إيمانه ورد مقرنة عجيبة قام بها الإيمان بخاري عليه رحمة الله في صحيحه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضى حينما سئل عن مؤمن آل فرعون وأبو بكر الصديق مقرنة عجيبة فقالوا أو قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تحديداً إن ساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ذلك رجل يكتم إيمانه أما أبو بكر فقد أظهر إيمانه حين جاء عقبة ابن أبي معيط وأمسك بتلابيب الرسول صلى الله عليه وسلم وقام يعني بنزع محاولة لف في ثياب الرسول يريد أن يخنق الرسول عليه الصلاة والسلام فما كان من أبي بكر إلا أن جاء ودفعه وقال ويحكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فانهال الناس عليه من أجل أن يؤذوه وضربوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فعلي يقول فأبو بكر أظهر إيمانه أما ذاك فكتم إيمانه لذلك كان علي رضي الله عنه يعرف قيمة ومكانة أبو بكر لما سؤل من أشجع الناس يا أبا بكر يا علي فرد علي بن أبي طالب وقال أشجع الناس أبو بكر حين وقف بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عنه هذه القصة والمواقف تعرفنا أن الرجال موجودين في كل زمان وفي كل مكان ذاك رجل مؤمن من ألف فرعون يأتينا أبو بكر الصديق والخير ما زال موجود في هذه الأمة والرجال ما زالوا موجودين ومن يحبون بلادهم ومن يحبون أوطانهم ومن يريدون المصلحة ويريدون المنفع ويريدون الخير للناس موجودون دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة فلنكن دائما متفائلين بالخير ولنعمل دائما على أن نكون رجال صادقين بمعنى الكلمة فمن يصدق الله يصدقه الله سبحانه وتعالى وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بالقاين جديد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة